صلى الله عليه وسلم أن لا يتوفى الله إلا في الأرض المقدسة فقربه إلى القدس رمية حجر فتوفي هناك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت هناك لعريتكم قبره عند الكثير الأحمر عمر النبوة وصلوا يا محمد عليهم نبع ابن آدم قص عليهم قصة ابن آدم عابيل وقابيل بالحق قربها قربانا إلى الله وهو كبش لعابيل وزرعا لقابيل فتقبل من أحدهما وهو عابيل لأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغبب وأذمر الحصد في نفسه لتقبل قربان زيدوني قال إنما يتقبل الله من المتقيم كان موسى عليه الصلاة كان آدم عليه الصلاة والسلام تزوج بحواء فحملت منه عشرين بطن كل بطن غلام وجارية أخذ آدم الجارية من هذا البطن وزوجها الغلام من ذلك البطن اختلاف البطن قام مقاما اختلاف الأنصاب في شريعة آدم فلما حانا تزوج هابيل وقابيل أراد آدم أن يزوج أخط قابيل من هابيل وأخط هابيل لقابيل فمسناع قابيل وقال إن توعمته أجمل من توعمته من توعمه هابيل وهو لا يرضى بهذا لا بد أن يتزوج بأخصه فكلمه آدم فقال إنما جرس علينا فقط هذا ليس لحكم الله تعالى و تعالى فنزل جبريل فقال إن الله يأمركم أن تتقربوا قربانا إذا تقبل الله قربانها هابيل فهو أولا بالبنت المنازع فيها وإذا تقبل قربانها هابيل فكذلك فأما هابيل فكان يربي حيوانا فاختارك كبسا جميلا وتضرع إلى الله تبارك وتعرى في أن يتقبل منه فوضعه وقابيل كان حراسا فذهب إلى فرعه وأخذ سنبلة فأخذ ما فيها من الحبوب وألقاه حول الكبس وقال إن شاء الله تقبل مني أو لم يتقبل مني فأنا لا نرابد لي من مراده فلم يتقبل الله منه لأنه كما قال إنما يتقبل الله من المتقين فنصر نار من السماء أبيت وحملت كبسا جميل إلى السماء وبقي سنبلته قابلة فحسده وقاله تقبل الله منك ولم يتقبل مني قال الله إنما يتقبل الله من المتقين فأرى أن يقتله وخاف من آدم وكان آدم كل عام يرسب إلى الحج فلما ذهب آدم إلى الحج قال أوعده أنه سيقتله قال أوعده قال أوعده يرجع بإسمه وإسم المقتول لأن سجر من قتله لا أنه تمنى له أن يقع في ذلك وذلك جسر الظالمين هذا الموعوة فطوعت سيّنت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح فطار من الخاسرين بقتله ولم يدري ما يسمع به لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم فحمله على ظهره بعد موته مدة فبعث الله غرابا يخص في الأرض ينبش الفراب لمن قاره وبرجيه ويسيره على غراب ميت معه أتى واراه ليريه كيف يواريه يسر فأتى أخيه جيفة أخيه قال يا ويلة أعجس أمام أكون مثل هذا القراب فأواريه سوعة أخيه فأصبح من النادمين على حمله وحفر له وواراه هذه قصة قابل وعابل أول معصية وقع على وجه الأرض قابل حسد أخاه قابل وقتله وكان آدم غائبا كان في الحج فرأى أن الأرض تغيرت وبرت وكان المياه كلا هذبة فملح مياه البحار كلا وكان شجر كلها ثورتها طيبة فتغيرت الأرض والثمار والمياه فعلم أنه قد حدث على الأرض حدث فلما رجع نور ولم يرى عابيل قال لي عابيل أين عابيل قال لست راعيا له قال إنما قتلته فأنكر أنه لم يقتله فذهبوا للمحل الذي زبحه فيه فإذا الأرض قد شرب دماء عابيل ولم يدخله أثر فتواعد الله وتبارك وتعالى الأرض حيث يبتلع دم المقتول فخرج الدم من الأرض بعد ذلك فلما وقع لأتاب على الأرض بذلك بقي الأرض لا تشرب دم مذبوح ولو دجاجة تبقى على وجه الأرض فلما كان ذلك علم علم فإذا أعلم أنه قال قد قطل العابيل فطرده فسكن في اليمن وفارك يتجر ويلعب وولد أولادا من الفصفقة الأقاربين تلك القصة قصها الرسول صلى الله عليه وسلم قصها الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص هذه القصة على بني إسرائيل لأنهم خالقوا أمر الله وانتنوا من دخول الأرض المقدسة وقص عليهم قصة ابن آدم وكان من أثار كتبهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمي ولد في أرض هي حياتي لم يقرأ ولم يصاعد من قرأ شأن فأتاهم بالمكنون من علمهم هذا أدل دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم فكثير من اليوري أطلموا بسبب آتيني القصتين من أجل ذلك الذي فعله قابل